نفذت عفوا تتواصل إلى الكويت حيث نتابع معكم فعاليات المؤتمر الصحفي في ختام أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري إلى هناك في هذا الاجتماع المهم للغاية الاجتماع هذا في قلب الكويت في دار نواف في أرض الصداقة والسلام الاجتماع التشاوري يختلف عن الاجتماعات التي تأتي في إطار تقليدي بحيث أنها مساحة لمعالي الوزراء في النقاش بكل أريحية من غير جدوى الأعمال من غير قرارات من غير منتج في الأخير فهو مثابة عص ذهني يتكلمنا به من غير ما هو متعارف عليه في الإطار التقليدي في الاجتماعات لمجلس الجامعة مرتين في كل عام في شهر مارس وشهر سبتمبر وكان الاجتماع الأول في يونيو الماضي في الدوحة ويعني تم الاتفاق أن هذا التقليد والتي الآن الكويت ملتزمة به أستطيع أن أقول أن هدف الاجتماع أتى بأكله حيث أنه كانت هناك في إيجابية من جميع عالي الوزراء وممثلي الدول في الطرح الصريح الواضح الذي فيه تشخيص للقضايا ولمشاكل التي تهيط بعالمنا العربي أو بالنسبة إلى العلاقات العربية العربية كذلك كان هناك في نقاش واضح وصريح بالنسبة إلى الخطوات التي من المفروض أن تعملها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك فمرة أخرى نحن تشرفنا وسعداء للغاية في تواجدهم في دولة الكويت وصباح هذا اليوم تشرفت وبمعية أختي وأخواني معالي الوزراء ومعالي الأخ الأمين العام بلقاء سيدي سمو نائب الأمير ولي العهد وبحضور سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء هفضهم الله ورعاهما واستمعنا من سيدي سمو نائب الأمير الرؤى والمرئيات وكل التوجيهات بالنسبة إلى تعزيز اللحمة العربية وفق الخطوط العريضة للسياسة الخارجية لدولة الكويت فمرحبا بالجميع مرة أخرى في الكويت ونرحب بمعالي الأخ الأمين العام وإن شاء الله بعد الاستماع إلى مداخلة معالي الأخ الأمين العام نبدأ إلى الأسئلة شكرا لكم جميعا شكرا شكرا سيد الوزير يعني ليس لدي الكثير لكي أضيفه على مداخلتك القيمة الوضحة اللي شرحت المسألة الاجتماع التشوري يقصد به اجتماع بدون جدوى الأعمال بدون سابق الاتفاق على أي موضوع قد يطرح أو لا يطرح بدون أي تسجيل بدون أي خلاصات مكتوبة لأنه هو مثلما ذكر السيد الوزير عصف ذهني في هذا الاجتماع اليوم تم تناول الوضع العربي بكامله بكل مشكلاته الوضع الإقليمي التدخلات الإقليمية وأيضا الوضع الدولي وتأثيره على الوضع الإقليمي والوضع العربي طبعا فيه تفاهمات كيف نتحرك من اليوم حتى تسعة مارس الاجتماع القادم في المجلس الوزاري في القاهرة ثم الاجتماع الذي يليه الذي يسبق انعقاد الجماعية العامة فيه أيضا حوالي تسعة عشرة تمانية سبتمبر لم يتفق على الموعد بعد بصفة عامة مثل هذه الاجتماعات أثبتت التجربة والنقاش أنه الوزراء لا يقيدهم شيء في الحديث وبالتالي بينطلقهم في أي اتجاه وبيتحدثوا مع بعضهم بكل الصراحة وهذا يعود علينا جميعا بالفائدة لا شيء مخفي شكرا جزيلا السلام عليكم شاهد المتروك مرسل للقناة العربية السؤال الأول مع الوزير الخارجية هل تلقيتم رد رسمي من لبنان بشأن المقترحات الكويتية لنجعفتي للأزمة الخليجية اللبنانية وهل يتماشى هذا الرد اللبناني مع مطالب دول الخليج خاصة فيما يتعلق بنفوذ ميليشيا حزب الله على الحكومة اللبنانية وسياساتها الخارجية والشكرا جزيلا والوزير ما هي الخطوة المقبلة فيما يتعلق بالوساطة الكويتية في هذه الأزمة السؤال الثاني للأمين العام معاني الأمين هل تم بحث جدول أعمال القمة العربية المقبلة في الجزائر وما صحة حقيقة ما يثار من جدل بشأن تجهيل هذه القمة وهل تم حسم ملف عودة سوريا لمشاركة في أعمال القمة العربية شكرا 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 وبالنسبة إلى المقترحات التي نقلتها إلى الجانب اللبناني كانت ورقة كويتية ولكن كذلك كانت ورقة خليجية وعربية ودولية وكان هناك في تنسيق تام مع كافة دول الخليج في هذا الموضوع فهي لم تكن كويتية صرفها ثانيا نعم أتانا رد ويشكرون عليه المسؤولون اللبنانيون في هذا المجال الآن هو متروك إلى دراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان فيعني من ناحية عامة نشكر أشطائنا في لبنان على تجاوبهم مع المقترحات والأفكار التي نقلت في هذه الورقة ضمن إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان موضوع القمة العربية وزير خارجية الجزائر طرح موعد محدد مقترح من الجزائر لانعقد هذه القمة لست في حل أننا أكشف عن هذا الموعد ولكن يستطيع الإعلام العربي أو الجزائري أن يستفسر الأمر من وزير الجزائري وبالتالي ليس هناك بعض جدوى الأعمال لهذه القمة لكن في أحديث السادة الوزراء هناك تصميم أن تكون قمة إيجابية ذات محتوى وذات توجه وذات هدف فيما يتعلق بالمشاركة السورية أو عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية هذا الموضوع لم يطرح في الحديث اليوم على الإطلاق الأزمة السورية أو المشكلة السورية في إطار بحث المشاكل الأخرى سواء اليمن أو ليبيا أو سوريا بتطرح بشكل عام موضوع عودة دولة لشغل مقعد أو دعوتها لمشاركة في قمة هذا يسبقه يسبقه دائما مدولات مشاورات طرح مشروع قرار أفكار رؤية الدول الأعضاء كيف ترى هذه الدولة أو تلك مجموعة من الدول أو مجموعة أخرى ما هو المطلوب من الجانب السوري كل هذا ليه بعد وبالتالي الأمر لم يعد لم يطرح اليوم شكراً وقبل ما أعطي الأسئلة أتمنى معنا الأخي من العام وأنا نحن نريد على كافة أخواتنا وإخواننا الصحفيين لكن ما رح يكون هذا الأمر إذا كان كل شخص يأتينا بعدة أسئلة فأتمنى أن كل شخص يكون في سؤال واحد ومحدد ساشوبي السلام عليكم شكراً لمعليكم ماذا عن العداءات الحوسية على السعودية والإمارات والتأديد المنطقة شكراً لمعليكم كان هناك في اجتماع لمجلس الجامعة المندوبين طارق لمناقشة هذا الأمر وكان هناك في قرار بالإجماع من كافة أشقائنا العرب بإدانة تامة لكل هذه الاعتداءات الإجرامية الإرهابية على الآمنين سواء داخل الأراضي السعودية والتي الآن مستمرة لثلاث سنوات ونيف والذي حصل مؤخر في أبوظبي وفي الأراضي لدولة الإمارات العربية المتحدة فدول أو دول الأعضاء في جامعة الدول العربية تصدت إلى مسؤوليتها في هذا الأمر ونحيي كذلك البيان الصحفي الذي نزل من مجلس الأمن والذي أدان هذه الاعتداءات كذلك فهناك في تفهم دولي لهذه الأعمال العدوانية والتي ليست من صالح أبدا الأمن الجماعي العربي هناك في تقويض إلى الأمن القومي لدول الخليج والذي هو أحد روافد الأمن العربي شكرا اسمح لسيادة الوزير وزير خارجية اليمن أيضا قدم للاجتماع الوزاري رؤية محددة بمطراء اليمن والجهد الذي يبذل من إلى تسوية سياسية وأن الجانب الحوثي هو الذي يرفض مدعوما بقوة إقليمية واضح جدا تدخلها في هذا النزاع الرجوع إلى الملف اللبناني وكما وصف وزير الخارجية اللبناني لقاء بكم مع الوزير بأنه كان إيجابيا متى سنرى عودة للسفراء هذا الأمر الآخر بالنسبة لسيد الأمين العام المتعلق بالقضية المركزية وهو الملف الفلسطيني ونقول الجهود العربية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية الحالية لعودة العودة إلى طاولة المفاوضات متى نرى العودة إلى طاولة المفاوضات شكرا شكرا ومثل ما ذكرت الآن استلمنا الورقة ومجرد أن أتانا الرد هو بحد ذاته لعلها خطوة إيجابية من المسؤولين اللبنانيين بالتعامل بالشكل المطلوب مع المقترحات لإجراءات بناء الثقة مع لبنان الآن نحن بصدد دراستها وأشقائنا في دول المجلس وإن شاء الله يعني بناء عليها يتم أخذ الخطوات المناسبة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني وزير خارجية فلسطين طرح الأمر على الاجتماع الوضع الحالي اللحظة الحالية من المشكلة الفلسطينية وزير خارجية الأردن أيضا تحدث مستفيدا في هذا الشأن حقيقة الأمر حقيقة الأمر التي يجب أن نصارح أنفسنا ونصارح العالم بها أنه هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يتقبلها الجانب الأمريكي ويحاول ويسعى للحفاظ عليها وربما أيضا الجانب الأوروبي واسع للحفاظ عليها لا أعرف لماذا هذه الحكومة ترفض بالكامل العودة إلى المفاوضات وترفض بالكامل تحت الفرصة الشعبين الفلسطيني واليهودي الإسرائيلي أن يتوصل فعلا لاتفاق حول الدولتين المطلوب من المجتمع الدولي من الإدارة الأمريكية أن على الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل العودة مرة أخرى إلى عمليات السلام لأنه في غياب مفاوضات جادة حقيقية ذات محتوى وذات إطار زمني سوف ينفجر الوضع في فلسطين أو أكد على هذا سوف ينفجر الوضع في فلسطين والشعب الفلسطيني لن ينتظر طويلا وهذا الضغط يجب أن يصدر من الجانب الأمريكي من الجانب الأوروبي ومن الأطراف العربية الأطراف العربية بصفة عامة تضغط دائما المفاوضات ومفهوم الدولتين للأسف المجتمع الدولي يعني أقول الحماس فقد الحماس نتيجة للضغوط الأخرى التي أحطت في العشرة أعوام الأخيرة العشرة الأعوام الأخيرة كانت أعواما مدمرة في أول العربية وأيضا على القضية الفلسطينية للأسف الشجيد شكرا بس أذكر رجاء أن كل واحد سؤال واحد رجاء السلام عليكم سعد السعيد قناة الجزيرة الآن نريد أن نسأل الوزير الخارجي الكويت هل سنشهد عودة لسفراء دول الخليج إلى لبنان أو سفراء لبنان في الدول الخليجية بعد هذا الرد وهل سيكون هناك اجتماع خليج أو دول الأزمة دول الأزمة الخليجية دول الخليجية أقصد مع بينهم لدراسة هذا الرد اللبناني شكرا جزيلا وأعتقد أن أنا جوابت في السؤال السابق الآن نحن في صاد الدراسة ونحن الخطوات التي نأخذها نأخذها بالتنسيق مع شقائنا في دول المجلس وأتانا الرد في الأمس بالليل نحتاج وقت لدراستها دائما في أوساطنا في الكويت وبالتنسيق مع الشقانة دول المجلس تعاون وإن شاء الله بعدها يتخذ القرار اللي اللي فيه فائدة للجميع إن شاء الله فواس فواس ميرام وكافة لنبال كويت دولة الكويت ومنذ ترأس المجلس الوزار العربي في سبتمبر الماضي وضعت نصب عيونها دفع من مسيرة العلم العربي المشترك وإيجاد حلول لأزمات المنطقة وخلق أوجه تعاون لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها نود إجازة بذلك شكرا جزيلا ويعني من دولة الكويت من ترأس دورة 156 لمجلس الجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كانت هناك طبعا منطقة فيها الكثير من التحديات لكن تحدي غير التحديات الأمنية التحديات السياسية أهمها لعلها جائحة كورونا والتي اكشفت بواطن القصور في كل الدول العربية حيث أن ربكة كانت في كل الدول العربية وكذلك كانت أوجه التعاون بين الدول العربية ولعل لا أدع سرا أن كذلك الأمين العام حاول خلال الجائحة أن يكون هناك في اجتماعات متعلقة في التعاون في مجال مكافحة كوبيد لكن للأسف لأن الظروف ما حصلت مثل هذه الاجتماعات وهذا التنسيق اليوم في اجتماعنا كان هناك في أريحية في الطرح وكان هناك الجوانب كلها كانت من ناحية شفافة وكان هناك في مكاشفة وكان هناك في أهمية بأن يكون هناك في دروس ونتعلم من الربكة التي حصلت في بداية جائحة كورونا ونكون أكثر محصنون حيال أي جائحة أو أزمة قد نمر بها في المستقبل لا سمح الله منها الأزمة صحية فأن يكون هناك في وقاية وتحصين بالنسبة إلى استخدام وتصنيع استلام لأجهزة الوقائية مشاركة أكثر في تبادل الخبرات وغيرها طبية كذلك تكلمنا بالنسبة إلى العبعاد الأخرى التي تأتي يعني كارهاصات لهذه الجائحة وبالأخص الأمن الغذائي والدول العربية كلها لديها إمكانيات لكي أن تكون لوحدها تستطيع أن تؤمن الأمن الغذائي لجميع الدول العربية حيث أن بعض الدول لديها وفرة بعض الدول لديها نقصان ومن خلال أن يكون هناك في نظرة شمولية فيما يتعلق بالمواد الأولية المواد جزئة المواصلات التخزين الممرات وغيرها من هذه الأمور لعله نصل إلى مثل هذا المفهوم التكاملي فيما يخص الأمن الغذائي وكان هناك اليوم يعني من ضمن الأفكار المقترحة أن يكون هناك في دراسة إن شاء الله تقدم في القادم الأيام لعله في شهر سبتمبر القادم شكرا